موسيقى معاني الوزيرة هذه أول زيارة لكي كوزيرة خارجية لمصر كنت في جولة زورت فيها لبنان التقيت في مصر بالرئيس السيسي بوزير الخارجية سامح شكري بأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالتأكيد تطرق النقاش لملفات عديدة يعني ثنائية وإقليمية حضرتك قادمة من لبنان وأعتقد أنك التقيت بأطراف متعددة في لبنان وشكلت تصور حول كيفية التعامل مع هذه الأزمة اللبنانية إن الوضع في لبنان يتطلب اهتماما مباشرا وجزء من الإجابة على سؤالك هو أننا هنا لدعم الشعب وضحايا الانفجار الأخير على وجه الخصوص لهذا فنحن هنا لتقديم المساعدات الإنسانية التي دأبت إسبانيا على تقديمها منذ اليوم الأول للانفجار كما سنقوم بإعادة بناء إحدى المدارس لتمكين نحو خمسمائة طالب من العودة إلى مقاعد الدراسة لكن الأمر الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هو تشكيل حكومة تكون قادرة على المضي بتنفيذ الإصلاحات التي تحتاجها البلاد والدولة على دراية بالإصلاحات التي تحتاجها لكنها بحاجة لحكومة وبرلمان قادرين على المضي بهذه الإصلاحات وبناء درجة أساسية من الثقة تسمح للمجتمع الدولي سواء عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو حتى الاتحاد الأوروبي لتزويد لبنان بالمساعدات المالية هذا هو ما يحتاجه لبنان بشكل عاجل هل لمستي وجود إرادة سياسية لتشكيل حكومة قادرة لعمل هذه الإصلاحات؟ هذه الرسالة التي نقلتها لكل من التقيته هنا سواء كان الرئيس أو رئيس الحكومة المؤقتة أو رئيس البرلمان فجميعهم برأي يعرفون ما يحتاجون إليه إلا أن السؤال يكمن في جديتهم وموعد التنفيذ الوضع ملح لأن الدولة تعاني من أزمة اقتصادية وكذلك هم كبقية دول العالم يواجهون هذه الجائحة الصحية نهيك عن انفجار مرفأ بيروت الذي خلف فئات تعيش في عوز شديد ويأس وهم بحاجة لحكومة ترسم لهم طريقا واضحا إلى الأمام بالطبع الأزمة الليبية تحظى باهتمام متزايد ومصر توليها أهمية كبيرة ولحظنا تزايد الاهتمام والجهود الأسبانية تجاه هذه الأزمة الليبية رئيس السيسي كان قد أعلن في شهر يونيو الماضي إعلان القاهرة الذي يحتوي على خارطة طريق لحل هذه الأزمة ما هو الموقف الأسباني تجاه إعلان القاهرة؟ من وجهة النظر الإسبانية نرى أن الضرورة تكمن في أن يتوصل الليبيون لحل أزمة ليبيا نحن بحاجة لحل يملكه الليبيون وباتفاق فيما بينهم بدون أي نفوذ أو تدخل أجنبي نحن نريد من الليبيين أن يتفقوا حول حل سياسي إضافة إلى حزمة اقتصادية وأخرى أمنية من أجل إحلال الاستقرار في البلاد رغبتنا ومشاركتنا في المباحثات مع مختلف الأطراف الليبية هدفها بث الحياة في هذا الحل الذي يملكه الليبيون وتحت رعاية الأمم المتحدة ودول مثل مصر التي تشارك ليبيا بخط حدودي لألاف الكيلومترات لتقود بدعم هذا الحل إضافة إلى دول أخرى في المنطقة مثل تونس والجزائر والمغرب التي كانت تعمل لهذه الغاية ذاتها سيرت والجفرة التي أعلن الرئيس أنها خط أحمر لما تمثله من قضية أمن قومي بالنسبة لمصر كيف تقيمين الوضع في سيرت والجفرة الآن وهي ما زالت محاطة بميليشيات نقلتها تركيا إلى ليبيا هناك كثير من التدخل الأجنبي والمقاتلين الأجانب والنفوذ الأجنبي في ليبيا لن يكون أي منهم جزءا من الحل بل يجب أن يأتي الحل على يد الليبيين أنفسهم وعلينا إلاء الأهمية اليوم لإيجاد المساحة المناسبة لجمع الأطراف الليبية وإن لم يتوصلوا إلى حل فإننا سنتوقف عن الطلب بأسلوب لطيف ونعمل على حفهم بإلحاح للدفع نحو حل سياسي فهو المخرج الوحيد لهم ولن يأتي على يد أي تدخل أجنبي أينما كان من شاء هذا التدخل هذا الاهتمام وهذا الجهد المتزايد من قبل أسبانيا ورأينا رئيس الوزراء بيدرو سانشاز قام بالزيارة للجزائر وكانت الأزمة الليبية على قمة جدول أعماله وطبعا حضرتك ذهبت أيضا إلى ليبيا الشهر الماضي والتقيت طرفي الأزمة ما الذي تحدثت فيه معهم للوصول إلى حل؟ بصفتنا دولة متوسطية فإن إسبانيا ترغب بأن تكون شريكا في هذا الحل وأن تكون قوة لفعل الخير في المنطقة وأن تساعد الأطراف الإقليمية الفاعلة لتدفع نحو حل سياسي ولهذا فإننا نتباحث مع كثير من دول المنطقة مثل الجزائر التي زارها رئيس الوزراء مؤخرا أو المغرب التي زارها من قبل ما نحاول فعله هو الإصرار على أطراف الحوار والاستماع إلى مطالبهم واستيعاب آرائهم المتفاوتة إضافة إلى أنه من الواضح جدا أن ما تحتاجه ليبيا الآن هو حل محلي للأسماع كما ذكرت هناك أكثر من طريق للمفاوضات الليبية الليبية حاليا من المغرب إلى الغردقة للقاهرة لتونس قبلها برلين وكان في مونترو هل تنوي أسبانيا استضافت بعض جلسات الحوار الليبي في المستقبل القريب؟ ما نقوم به عادة هو دعم الأمم المتحدة في دفع المحادثات من أجل ليبيا ونحن ملتزمون تماما بمظلة الأمم المتحدة التي نحاول جميعنا أن نقدم العون من خلالها وكذلك من خلال الاتحاد الأوروبي لنضمن أن نكون جميعا نسير بذات الاتجاه ونوجد مساحة للليبيين من أجل تسوية هذه المسألة من خلال محادثاتك حتى الآن وهناك توجه بمزيد من الحوارات الليبية الليبية لكن هناك نفوذ قوة أجنبية آتية بالأساس من تركيا يمكن أن تحدث انتكاسات في هذه الحوارات كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ولأسبانيا منع هذه التدخلات التركية ونعلم أن تركيا لها أطماع لإفساد مخرجات الحوار الليبي الليبي خلال زيارتي إلى ليبيا ومحادثاتي لم ألتقي فقط مع الأطراف السياسية الفاعلة بل كذلك النشطاء والمواطنين الراغبين بحلول السلام والاستقرار والذين يودون أن يجدوا من سيساعدهم في مكافحة فيروس الكورونا وضمان إعادة فتح المدارس وجمع النفايات وتوفير مياه نظيفة لجميع المواطنين ما يحتاجونه هو استجابة قياداتهم السياسية هذه الرسالة التي نصر عليها وهي أن يكون لجميع الأطراف من يمثلها على مائدة التفاوض من قيادات سياسية ونشطاء محليين ومواطنين ومحافظي بلديات ورجال ونساء ومن المهم وجود تمثيل للنساء للمساهمة في الحل لا بد من سماع جميع الأصوات وأن يلتائموا جميعا حول طاولة المفاوضات وفي ذلك الحين سيتوصل الليبيون إلى حل يناسبهم ولن نقلق من أي تدخل أجنبي إن فشل الحوار في تمثيل جميع الأطراف فمن المحتمل عدم التمكن من التوصل إلى حل وسنبقى في الوضع الراهن من دوائر تدخل ونفوذ أجنبي متداخلة على الأرض الليبية لنعمل على ضمان بذل الليبيين لجميع الجهود اللازمة لضمان تمثيل جميع الأصوات الليبية من رجال ونساء ومسؤولين إلى مواطنين حتى يتم التوصل إلى الحل المناسب أسبانيا لها موقف معلن بدعم حكومة الوفاق ولكن نقل عن الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة لليبيا تأييدها لتشكيل كيان سياسي جديد في ليبيا كجزء من الحل ما هو المقصود بشأن هذا الكيان؟ لا يعود الأمر لي أو لإسبانيا بأن نتحدث عن إقامة الليبيين لمؤسساتهم لكن من المؤكد أن علينا تحديد المؤسسات التي تحتاجها دولتهم وتنظيم الانتخابات وهم من عليهم أن يقرروا هذه الأمور وهناك خطة بهذا الشأن مطروحة أمام الجميع وهي عبارة عن اتفاقات سيرت التي تحمل في طياتها خارطة طريق كاملة وإن شعروا أن عليهم إدخال بعض التغييرات لابد أن يعملوا على بث الحياة في هذه التغييرات لم أذهب إلى ليبيا كي أملي على الليبيين ما عليهم فعله بل ذهبت لحفهم على ضرورة الاتفاق مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة فابقوا معنا مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم ونستكمل الحوار مع معالي وزيرة الخارجية الأسبانية أرانشا جونزالس لايا ونستكمل الحوار مع حضرت طبعا الأزمة في ليبيا متدخلة بشكل أو بآخر مع أزمة إقليمية أخرى هي المتعلقة بحقوق التنقيف في شرق المتوسط كيف ترى إسبانيا هذه الأزمة بين تركيا وكل من اليونان وقبرص؟ موقف إسبانيا هو موقف الاتحاد الأوروبي ذاته وهذا كان واضحا جدا في القرارات الأخيرة التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين بالاتحاد الأوروبي عندما اتفق جميع رؤساء الدول على ضرورة استقرار منطقة شرق المتوسط ونزع فتيل الأزمة وتقليل الضغوط وذلك من خلال الحوار والمفاوضات وليس من خلال أي خطوات أحدية الجانب الحلول الأحدية ليست السبيل المناسب للتوصل إلى حل هذا ما قررته 27 دولة أوروبية وما نحتاج أن نراه الآن هو التطبيق على الأرض هذا ما ستقوم به إسبانيا مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والمفاوضية الأوروبية من خلال العمل لتحقيق الاستقرار في شرق المتوسط عبر الحوار والمفاوضات في ظل تحشيد من الطرفين هناك مخاوف جدية من أن يتطور النزاع ليأخذ أشكال عسكرية هل هناك مبادرة أسبانية لنازع فتيل هذه الأزمة؟ المواجهة العسكرية في شرق المتوسط هو أمر لا نريده أو نحتاجه في هذا الوقت الآن نحن نمر بمرحلة عصيبة من التوترات وليس فقط من الناحية السياسية والاجتماعية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية مع المعاناة الاقتصادية ناتجة عن مواجهتنا جميعا لإجراءات احترازية بسبب كورونا آخر ما نريده هو المزيد من التوتر الذي من شأنه أن يؤدي إلى المواجهة العسكرية لذلك يجب علينا بذل كل الجهود للحيلول دون ذلك وأفضل حل لأي نزاع هو الحوار والمفاوضات وهذا ما تقوم به دولتان لا تجمعهما صداقة وهما إسرائيل ولبنان يعملان حاليا على الاتفاق لترسيم الحدود البحرية حوار لا يتم بشكل مباشر بل من خلال طرف ثالث هو الأمم المتحدة لكن مع ذلك هذا إنجاز يتحقق وهذا ما يجب أن يتحقق أيضا في شرق المتوسط ناقشت ملفات أخرى إقليمية في مصر القضية الفلسطينية بالطبع من بينها ما الذي تم النقاش حوله شاهدنا استهلال زخم جديد في المنطقة وتطبيعا للعلاقات بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين ورحمنا بهذه الخطوة لأننا نرى أن تطبيع العلاقات مهم لاستقرار المنطقة لكن في الوقت ذاته نحن واضحون أننا نأمل أن هذا سيؤدي إلى تطبيع في العلاقات بين فلسطين وإسرائيل وهذا يتطلب مفاوضات حسب الأطر التي اتفق عليها المجتمع الدولي بموجب قرارات الأمم المتحدة والحل بإقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن علينا أيضا أن نضمن استمرار هذا الزخم وأن هذه الأطراف لم ننساها في خضم ظروف الراهنة هذا أمر تؤمن به كل من مصر وإسبانيا ونحاول دفعه قدما وهو أمر يجب أن يتم عبر الحوار وليس أي خطوات أحدية الجانب إسبانيا هي وأربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أكدوا جميعا أن توسع الاستيطان الإسرائيلي كما شهدنا في الساعات الأخيرة لا يفيد السلام نعم نحن نحتاج لتطبيق العلاقات في الشرق الأوسط ولعملية سلام بين فلسطين وإسرائيل ولكن لابد من تجنب الإجراءات الأحدية العلاقات المصرية الأسبانية ورأينا أن هناك تبادل للمعلومات الأمنية لمحاربة الإرهاب هل يمكن أن نعرف إذا كان تبادل المعلومات أدى إلى منع عمليات إرهابية ليس فقط في أسبانيا ولكن في دول الاتحاد الأوروبي العلاقة بين مصر وإسبانيا علاقة جيدة ولكننا نريد علاقة ممتازة وليست جيدة فقط لهذا نريد أن نستهل هذه المرحلة باهتمام سياسي أكبر بهذه العلاقة بدءا بالمعركة التي نتشارك فيها وهي الحرب على الإرهاب كل منا حقق ذلك في بلده لكننا الآن بحاجة لتحقيق ذلك معا في حربنا المشتركة على الإرهاب في كل من العراق أو الساحل أو ليبيا حيث نعمل معا على نزع فتيل الإرهاب لجماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام وأيضا جماعات إرهابية أخرى موجودة في المنطقة لدينا حرب مشتركة لذلك لا بد أن تبدأ علاقتنا في هذه النقطة إضافة إلى أننا نريد توسعة التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري نريد أن نأخذه إلى مستوى آخر عبر تنظيمنا لمنتدى الأعمال العام القادم لجمع قطاع الأعمال في بلدينا من أجل استكشاف إمكاناتهم وفرصهم الكامنة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمياه والتحول الرقمي والمدن الذكية بالحديث عن داعش والميليشيات التي نقلت من سوريا إلى ليبيا هناك تهديد قائم أن هؤلاء يمكن أن يهاجروا أو ينتقلوا إلى أوروبا وطبعا أسبانيا ليست بعيدة عن هذا التهديد تركيا التي نقلتهم وتستخدم تركيا اللاجئين كورق الضغط أمام دول الاتحاد الأوروبي هل نقشتم هذا الملف؟ لقد نقشنا الهجرة غير الشرعية ونقشنا مكافحة الإرهاب وهذان أمران مختلفان نقشنا الإرهاب للحصول على فكرة أوضحة عن عمل هذه الجماعة الإرهابية وجزء من التعاون في عملنا كان في دول الساحل حيث يقلقنا وجود نشاط إرهابي في هذه الدول ما يؤدي إلى عدم استقرار هذه الدول ومعانتها نقشنا مسألة الهجرة وهي قضية تقلق بلدينا وتؤثر عليها نقشنا فتح معابر شرعية للمهاجرين لضمان أن تكون هناك فرصة للذين يودون الهجرة أن يقوموا بها بشكل شرعي ومنظم وأيضا نقشنا محاربة شبكات الجرائم التي تقوم بالإتجار بالبشر لا بد من محاربة هذه الشبكات ونقشنا ملف اللجوء واللجوء السياسي فهذا التزام دولي علينا كدول موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص اللجوء واللاجئين السياسيين وإسبانيا تلتزم بالقوانين الدولية في هذا الأمر أتترق لسؤال آخر عن المقاول أو الفنان محمد علي المتورد في قضايا متعلقة بالفساد في مصر وهو مقيم في أسبانيا ويقوم بالتحريض ضد الحكومة والنظام في مصر سواء هذا العام أو من العام الماضي هل ستقوم أسبانيا بتسليم محمد علي إلى مصر طلبت منا مصر تسليمها هذا الشخص لكننا في إسبانيا نحيل هذه المسائل للقضاء إذ أصبحت القضية في محاكمنا التي تتسم باستقلالها قضاءنا ينظر في هذه القضية وهو من سيقرر وبناء على ذلك القرار ستتحرك الحكومة الإسبانية الآن المسألة بين يدي القضاء المستقل ونحن بانتظار قرار العدالة إذن استلمت أسبانيا طلب رسمي من مصر بتسليم محمد علي هل هذا كان العام الماضي؟ ما هو المدى الزمني لهذه العملية القضائية لأنه يقوم مازال يعني يقوم بالتحريض من أسبانيا ضد مصر طوال الوقت صحيح لكن على القضاء أن يأخذ مجراه ولسنا مخولين بأي شكل كان أن نضغط على القضاء الذي يتسم باستقلاله والتزامه التام بالقانون وهذا ما يحدث عادة في الدول الديمقراطية ملف آخر غاية في الخطورة بالنسبة للمصريين ولمصر التي يشكل فيها نهر النيل 90% من مصادر المياه الآن مصر بتواجه بتهديد مدمر من سد النهضة الإثيوبي كيف يمكن لأسبانيا مساعدة مصر والسودان في قضياتها العادلة لحماية مصدرها الأساسي للمياه نعلم أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر كما هو للسودان وأثيوبيا لهذا موقفنا كما هو تماما وسيظل برأينا أن أفضل حل هو أن تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق عبر التفاوض بحيث يكون ملزما لجميع الأطراف ويؤدي إلى الاستقرار في الوضع الذي تسبب في الخلاف بينهم على مدى سنوات ما سنقوم به هو ما كنا نقوم به طوال الوقت وهو الحوار مع الأطراف الثلاثة وتأكيد على أهمية التوصل إلى حل عبر الحوار لسنا بطرف فاعل هنا لكننا عملنا على إيصال هذه الرسالة للدول الثلاث وسنواصل ذلك في المستقبل معالي وزيرة الخارجية الأسبانية أرانشا جونزالس لايا شكرا على هذه المقابلة وشكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة